قمة العشرين في الهند يغيب عنها زعيم روسيا والصين بينما يحضرها معظم القادة الغربيين على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك رغم إصابة زوجته بفيروس كورونا فيما استهل رئيس الوزراء البريطاني زيارته للهند بالقول إنه سيبقى فخورا بأصله الهندي وتبعه الزعماء الأوروبيون واحدا تلو الآخر بأجندات مزدحمة بلقاءات جماعية وثنائية فيما يبدو كمحاولة لاستمالة الهند نحو علاقات أفضل مع بلدانهم الهند تعتبر نفسها قوة دولية صاعدة وبلدا يعمل على بناء الجسور بعيدا عن سياسات القوة وتكتل محاولات الاستقطاب بين الشرق والغرب ليست منطقية لأن أي بلد صاعد كالهند وهي لديها علاقات متينة سواء مع الشرق أو الغرب والشمال والجنوب سيكون عليه بمهارة التعاون مع كل أقطاب القوة الهند بدورها أرسلت دعوات خاصة لقادة مصر والإمارات وعمان ونيجيريا ودول أخرى في خطوة تظهر اهتمامها بتقوية علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج ومد جسور نحو القارة الإفريقية التي تشير التقارير إلى أن اتحادها بصدد الحصول على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إعلان قادة نيودلهي بات جاهزا قريبا ستتم توصية به للزعماء وبعد قبول القادة له سنتحدث عنه أكثر سيمثل هذا الإعلان صوت دول الجنوب والدول النامية على الأرض نشرت الحكومة الهندية أكثر من 130 ألف جندي لتأمين القمة واستقبلت زوارها بالأزياء الهندية التقليدية عشية قمة تسعى الهند من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المشاركة وتحاول الهند من خلال هذه القمة أن تحصل على أكبر مكتسبات ممكنة خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي من خلال تطوير علاقاتها مع الدول الغربية والخليجية والإفريقية كريم ناصر سكا نيوز عربية نيو دالي